السلام عليكم اهلا بكم النهاردة هنعمل خليط النحلة الهشة والطريقة جدا بطريقة بسيطة خالص من غير مناعج انه بقى ولا نبهد الموعين ولا ندخل ايدنا في العجينة ولا اي حاجة خالص والنتيجة مبهرة جدا انا بصراحة اول مرة جراء بالطريقة ديك وتفاجئتي جدا من النتائج لان النتيجة طلعت خليط نحلة هشة وطريقة جدا اكتر من اي معجنات او مخبوزات عملتها قبل كده تعالوا بقى نبدأ في الوصفة على طول مكونات وصفتنا النهاردة هي ربا 150 جرام دقيق ومعنا حليب ومية وزيت التلاتة بنفس المقدار 150 ملي لكل حاجة من دول وكمان معايا 3 معلقة سكر ومعلقة خميرة وبيضة واحدة هستخدم البيض في العجن والصفار هدهم بالوش دلوقتي هجيب كيس يكون حجمه مناسب للمكونات علشان لسه هنسيبها تخمر جوا هنحط كل المكونات على بعض في الكيس هسيب لكم المقدار كلها بالكوباية والجرامات في صندوق الوصف انا هنا حطيت اللبن والزيت والمية والخميرة والسكر وبعد كده هضيفت بقى بيض البيضة وهشيل الصفار على جنب علشان هدهم بالوش هضيف بقى الديئة دلوقتي ومهم ان الديئ يكون منخول برامت دلوقتي الكيس من فوق علشان يقفل وابدأ احرك المكونات كلها جوا الكيس لحد ما تختلط كويس جدا واتأكد ان كل زر الدقيق اختلط الكويس بالمواد السهلة وان كله امتزج وابقى ينفيش دقيق ظاهر خالص هلمي بقى الكيس بتاعي بالشكل دوت وسيب العجينة تخمر لحد محجمها الضاعف يعني في الجو اللي احنا فيه دوت ممكن تقعد حوالي نصف ساعة او ساعة الارب على حسب الجو عندك وده شكل العجينة بعد ما اختمرت شايفين الكيس عندنا تنفخ جامد بس بنفس الوقت مش هيفرقع لان احنا مهم جدا ان احنا نستخدم كيس حجمه مناسب ومن نربطش الكيس نلمه بس من فوق دلوقتي بقى رش دقيق على سطح العمل ونزل العجينة من الكيس وابدأ علمها بس بالدقيق كده عشان نفرغ منها كل الهواء وبعد كده قطعها كور بحجمه متساوي تقريبا انا هنا هاعملها كبيرة شوية واستخدمت الميزانة علشان نضمن ان هما يبقوا شبه بعض ويبقى شكلهم حلو بعد التسوية انا عملت الكور كلها في حدود 50 جرام تقريبا ولو زادت حاجة بسيطة عادي خالص ولو عايزة كور اكتر واصغر اعملها في حدود 25 جرام او كوريهم قد بعض على قد ما تقدروا خلاص في المرحلة دي ممكن تحشي الحشوة اللي انت حباها يعني ممكن تحط جبنة بيضة او شوكولاتة او جبنة شيدر او موزاريلا او تسيبها سيدة زي ما انا عملت كل كورة بقى دلوقتي عملتها حطوها في الصينية على طول ونعمل حسابنا لو الصينية بتلزق نستخدم ورقة زبدة او ندهينا بسيط جدا بالزيت هنسيب مسافة من كل كورة بتانية علشان لسها تخمر وحجمها يزيد اكتر الصينية اللي استخدمتها النهاردة مقاس 32 يعني اكبر صينية في الطقم اللي بيجوا مع بعض بعد ما شكلت الكور كلها جبت بقى صفار البيض اللي انا كنت شايلة من الاول وضفت عليه معلقة حليب ورشة خلص غيرها عشان ما يبقاش فيه رحية زفارة وخفقتهم كويس مع بعض ودهنت بيهم وش خليط النحل وفي الآخر رشة سمسم على الوش ممكن تحطي اي حبوب انت عايزها حبة البركة او بدر كتان او اللي انت عايزها هسيبها بقى خمس دقائق وبعد كده دخلها الفرن يكون ساخن على درجة حرارة 22 في الرف اللي في النص والفرن يكون متولع من تحته من فوق او استنى لما تاخد لون دهبي من تحته وبعد كده ولع شواية ديها لون من فوق وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن تحفة بجد طريقة جدا قطرة من اي عجينة تانية عملتها قبل كده وفي نفس الوقت ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود وريحتني من موضوع العجن وان العجنة تلزق في ايدي وقعد بقى اخسل ايدي يعني بص ولا مواعين ولا بهدرة ايد ولا اي حاجة بالزبط كأنني بيستخدم عجان لان انا ما عنديش عجان او ممكن حتى كمان اسحل من العجان لان حتى حلة العجن مش تضطر ان انت تغسليها ومن جوه بقى عاملة زي القطن اتمنى تكون نوصل النهار ده عجبتكم وتحطوا لي لايك عليها ولو لسه مش مشتركين في قناة تشتركوا فيها عشان يوصلكم كل جديد انزله استنوا مني مفاجآت كتير في الفترة اللي جاي بإذن الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة